وسامتي كنت مبارحة نزل أغنيتها الجديدة والصراحة لا ريتها لو ما نزلها ليش دا أقول هذا الكلام؟ لنجو مهور وسام من قسم إلى قسمين النوع الأول اللي سمع الأغنية وحب الأغنية يعني بشكل بسيط أو بشكل كبير وصراحة أنا كنت من هذا النوع اللي سمعته وعجبتني أما النوع الثاني اللي سمع الأغنية وكرهها بشكل فضير وهذا الصراحة كانت النسبة الأكبر شنو دليل على هذا الكلام؟ التعليقات اللي تفجرت عند وسام لدرجة أنه كل 100 تعليق سلبي يجي على الحلقة تلقي لك تعليق واحد إيجابي وما يتلقي عليه لايكات أصلا وفو كل هذا السبب والتعليقات السلبية من جمهور وسام إجا جمهور ريدر وياسمين وكملوا الحفلة شنو السبب اللي صار هذا الشيء؟ خلينا نبدي البداية خلينا نشرح على جمهور ريدر وياسمين اللي ليش تهجمهه على وسام السبب الأول اللي هو الانتقام من ياسمين بسبب الكوبيرايت اللي يتوقع أنه وسام هو اللي ضربها رغم أنه وسام نفى هذا الشيء ولكن ياسمين بالبيت كانت تلمح على وسام بشكل كبير فجمهورات توقع أنه حاب ينتقى من هذا الشيء طبعا الدليل الواضح أنه انتوا تقرروا تشوفون الكومنتات أنه هناك يكتبون جزء من أغنية ياسو أو يقولون أنه أغنية ياسو كانت أحسن من أغنيتك رغم أنه صراحة لا أحد قارن بين الأغنيتين والشيء الثاني اللي خلي جمهور ياسو وريدر يتهجمون على وسام ولهو أكو أشخاص يقولون أنه بهاي الأغنية كان أكو قصف على ياسمين وريدر رغم صراحة أنه ما شفت هذا الشياني وسويت شوية تحريات وسمعت الأغنية أكثر من مرة ودققت شوية بشكل كبير ولكن أما لاحظت هذا الشيء ولكن شيء واحد يعني شوية لاحظت واللي هو طارق من قالب يسرق وألحان أكو ناس يقولون أنه تقصد ريدر وياسمين هو صراحة ممكن صح ومن نفس الوقت ممكن غلط لأن أغنية ياسو مصار لغير 6 أيام نازلة وأغنية شوروكو صارهم يشتغلون عليها شهرين على حسب كلامهم تمام حاليا خلصنا من ياسمين وريدر خلينا نشوف جمهور وسام ليش معجبة الأغنية بسبب التناقض ياب بسبب التناقض شنو سبب اللي داقول به هذا الكلام وسام تكت الصراحة في عام 2020 هواي ناقض نفسه أولا بأغنية شوروكو لما قال أنه بيسرقوا ألحان وهو أساسا بأغنية كرم ملال كان صارق الألحان وكتب هذا الشي بالوصف إنه اللح المسروق يعني الشي الثاني بأغنية تيك توك الشهرة اللي ما بتجي بهذا اللي أجيبها بفخاد وعساس مريانا يعني شنش هده سوي بالفيديو كليب دا صلي مثلا صراحة لاحظت أساسا مريانا واللابيسان اللي كانوا بالفيديو كليب دورهم فقط عبارة عن رقص عنهم ودي يجبون مشاهدات مواكثر مثل ما قلت وسام كتب قلك منيح بس واني ما أحب بتشذب مثلك والشي الأخير الصراحة اللي أشوف إنه وسام غلط بي أو نوقع نفسه بهذا الفخ اللي هو نفس الفخ اللي وقعت بيه نور ستار بالأغنية مع البنت الصح اللي هو التحميس الزايد للجمهور بشكل مو طبيعي إنه الأغنية هتكسر الساحة ماكو أقوم منها من هالكلام وبالنهاية حتى لو كانت الأغنية حلوة فالجمهور متوقع شي أكبر منهج بهواية بس والله كتبوا لي بالكومنتات اللي سمع الأغنية ليش ما عجبتها أو ليش عجبتها يكتبوا لنا سبب وبس مع السلامة